مهر، مبروك كابتن شريف، مبروك كابتن بلال، رأي حضرتك في المباراة كابتن بلال مبروك كابتن إسلام، مبروك لنادي الأهلي الفوز النظر الثلاثة أهداف، الهدف واحد وانتقاله بقى من دور الـ 32 من دور الـ 16 أعز أقول لك كابتن إسلام أن الشوت الأولاني كان شوت متوسط وضعيف فنيا للنادي الأهلي غير ما تكلمنا في بداية بسؤولة التحليل وقلنا أن النهاردة الدوافع واللعابة اللي هتبدأ تثبت وجودها من خلال المباراة ما قدتش الغرض المطلوب منها من البداية نتيجة أن بانسويف المنظم أنا بحقيهم طبعا على الأداء الجيد اللي هم بدأوا به المباراة حسنا أن فريق عنده ثقة، مش خايفين مش راهبين لقاء النادي الأهلي، بل بالعجز فرحانين ومبسوطين وحسين أن هما النهاردة جايين في السادة القارب بيبدلوا النادي الأهلي في حتة باستحواز، حتة الباص، في حتة الانطلاق من الدفاع للهجوم لعبوا بطريقة توازن واضح أو في الدفاع، احتربوا النادي الأهلي بشكل كبير جدا، رجعوا نص ملعبهم قربوا الخطوط من بعض، قدروا يقفلوا على مفاتيح لعب النادي الأهلي من الأطراف ومن العمر عشان كده محسناش بخطورة للنادي الأهلي إلا باستثناء هجمة أو هجمتين إسلام تصويبة كانت محسين الشحات على المربع صداء حارس المربع، ده في الشوت الأول، وبعدين الهجمة الثانية الكروس اللي اتعامل لوليد اللي تلعب بضربة رأس وفي أحدة بتاعة أليو ديانج برضو، وأليو ديانج مرة واحدة لوليد سليمان مرة تانية بالضبط، يعني تدى طول فرصتين، عكس الشوت الثاني اللي النادي الأهلي قدر يخلق لنفسه التسع فرص وأنا شايف أن الفرص يدخلت الشوت الثاني للنادي الأهلي فرصة 2، 3، 4، 5، 6، 7، نتاج التغيرات اللي عملها مستر فيلر، واضح قوي أن بين الشوتين مستر فيلر اتكلم مع اللعيبة بشكل يعني في شيء من الشدية، التغيرات اللي عملها اللي أضافها مستر فيلر واضحت بشكل كبير جداً نقلتنا ودخلتنا في الجيم زي ما احنا اتكلمنا وزي ما احنا كنا عايزين من اللعيات النادي الأهلي وعلى عرقصهم طبعاً أحمد فاتحي اللي نشط الجابة اليمين بشكل كبير جداً مع أحمد الشيخ لحد ما نزل جيراردو برضا كقدر ينشط لنا الهجمة الشمال، إدى صديقي المحمود وحيد في تبادل الهجمات من ناحية الأطراف بدأنا الكورسات العرضية اللي كانت مؤسرة على بن سويف أحراز الأهداف تلت أهداف جمال لوليد أزارو واحمد الشيخ ثم وليد أزارو وإحنا قلنا محتاجين أزارو نجيب إجواله عشان يخش في سكة المبريات فأنا شاف أن هذا إتغير بشكل كبير جداً في الشرط التاني أفضل كتير جداً من الشرط الأولى تمام، كابتا شريف أعتقد ترجمة نانسي قنقر